السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلنا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزراعة الممتع طيبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم هنتعرف على طريقة إكثار فاكة البيبينو وهي المغد الخشن وهي من أربع الفواكه الاستوائية الرائعة الجميلة جدا طبعا اتكلمنا عنها في فيديو سابق سأترك لكم رابط الفيديو في الوصف وسيظهر لكم على الشاشة بإذن الله تعالى من يحب أن يتعرف على هاي الفاكهة الرائعة الجميلة وفوائدها العظيمة لكن اليوم بإذن الله تعالى أن نتعلم كيف نعمل عملية الإكثار لهاي النبتة الرائعة بعدة طرق الطريقة الأولى هي تتكاثر عن طريق البزور والطريقة التي نراها أمامنا الطريقة بالتفسيخ كما نلاحظ أن هاي الشجرة أو الشجيرة هي طبعا شجيرة دائمة الخضرة فإذا حبينا نعمل عملية التفسيخ خايب تكون فقط في فترة الشتاء ولكن الطريقة الأسهل والأسرع والتي نأخذ منها نتيجة مئة بالمئة هو طريقة سريعة جدا ونأخذ أيضا الاستمار نفس الصفات النبتة الأم هي طريقة العقل أو الترقيد طبعا هنشوف عملية الترقيد قدامنا في هذا الفيديو بإذن الله تعالى طريقة سهلة جدا وبسيطة بإمكانك أنك أنت تقدر تعملها في البيت طبعا هي النبتة سهلة العناية أيضا وسهلة الإكثار وهي من النبتات التي لا تحتاج إلى أرض سعة أو مساحة كبيرة فهي سريعة النمو ولكن لا يزيد ارتفاعها تقريبا عن المتر يعني لا تحتاج إلى مساحة كبيرة وهي متسلقة أو متدلية كما ترون في الصور أمامكم يعني هاي النبتة سهلة العناية وبكل بساطة بتشوفها رقيقة وسهلة جدا وعملية الترقيد كما نلاحظ بنأخذ فرع من الأفرع المادة طبعا هي الشجيرة مادة بنأخذ فرع ونضع الصيص بجانب الصيصة التي مزروعة فيه إذا كانت في الصيص أو في التربة بنضع فرع أو غصن كما ترون في التربة ونغطيه بقليل من الطراب حتى يعني تمر عليه فترة بسيطة جدا وهنلاحظ نجي نرفعه بنلاحظ أنه يطلع له جزور في الأرض وتكون جزور قوية بإذن الله تعالى هلا بنشوفها مع بعض كما نرى أمامنا هاي النبتة أخذنا منها هذا الفرع ووضعناه في التربة والآن بنشوف كيف الجزور إذا كان طلع جزور أو لا بنفحص حواليه التربة طبعا إحنا مسكناه حاولنا نسحبه بإيدينا ما استطعنا أن نسحبه فدليل على ذلك أنه له جزور بنشوفها مع بعض بإذن الله تعالى وكيف كميئة أو كثافة الجزور وكيف نقدر نستخدم هاي الفرع اللي احنا عمنا بعملية الترقيد ونقدر نزرعه في الصيص آخر ونستخلصه وكنبتة جديدة بإذن الله تعالى زي ما احنا شايفين حفرنا شوي وحاولنا نسحب من الأرض كما نرى ما شاء الله تبارك الرحمن جزور كثيفة بفضل الله تعالى وبإمكانك هلا تقدر تقص هذا الجزء التي به جزور من قبل بقطعه قبل الجزور ونقدر نغرسه في مكان آخر أو في الصيص آخر وتكون نبتة جديدة بإذن الله تعالى بكل سهولة وبكل بساطة ونبتة يعني مثمرة في نفس الوقت يعني في نفس اللحظة بتاخدها بتكون مثمرة بإذن الله تعالى وبتكون نفس صفات الأم وفي طريقة أخرى أيضا سهلة وبسيطة وهو عن طريق العقل وهي طريقة أيضا سهلة بأن نحن بناخد عقلة أو جزء من الفرق كما ترون بطول تقريبا عشرة سنطي ونقص من هذا العود أو الفرق ونزيل نعمل عملية إزالة للأوراك تماما ما عدا الأعلى الأوراكتين الأعلى من الغصت ونضعه في تربة خفيفة سهلة التصريف مع هرمون تجزير ولو عندنا صبار الأولوفيريا بنقدر نستخدمه كهرمون تجزير كما ترون بإذن الله تعالى ونضعه في مكان به ظل بعيدا عن أشعة الشمس القوية أو بعيدا عن أشعة الشمس عامة وحتى تخرج له جزور بإذن الله تعالى ويكون نبتة أخرى وبهيك تكون خلصنا موضوعنا اليوم فأتمنى أن ينال إعجابكم فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة تجديعا لنا لنستمر بنشر المزيد بإذن الله تعالى وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته